اشتركوا في القناة المحضرة بتاعتي هتتكلم عن ايه بنتكلم عن كائنات كده بصو انا انا فكرة محضرة دي انا مش بحبها تيجوا نقول ان احنا هنروح رحلة سواء النهاردة انا القائد وانتو هديكم معايا اه هواديكم قرية اسمها نرفا السيستم بس طبعا انا مش هواديكم القرية كلها لان انتو زي ما انتو عارفين كده ان قرية ماتهاش نهاية احنا بس هنروح مكان سغنطوت كده هنعرف عنه كل حاجة المكان السغنطوت او الكائنات السغنطوطة دي اسمها انيورو ترانزمتر هنعرف ايه عنهم او هنسألهم ايه هقول لهم انتو ايه هقول لهم what are the neurotransmitter ده اللي هنعرفه سوا تاني حاجة هنعرف الريسبتورز بتاعتهم يعني ايه الريسبتورز بتاعتهم هما لهم بوابات علشان يقدروا يشتغلوا لهم ايه لهم بوابات وعلشان يدخلوا من البوابات دي في تلات انواع من البوابات هنتكلم عنه تمام بعد كده هنسألهم عن الكلاسيفيكيشن من حتة الكلاسيفيكيشن دي العلماء في اي حاجة لما بيحتروا مش بيه لقوا مسلا الكلام يكمل يعملوا بيه يعملوا بس انا شايف ان هما عندهم حق في الحتة دي يعني النيورو كانت محتاجة تتقسم التقسيم اللي هما عمليوها تاني حاجة هناخد بس مثالين على الكائنات الصغنطوطة اللي بتصير في السي ان اس دي ومن غيرها ما يقدرش يعمل اي حاجة اللي هما الاساطوائي الكولين والادينوزين يبقى انا هتكلم عن ايه هتكلم عن تعريف النيورو ترانسمتر النواقل العصبية اللي احنا طلع مرارة بناخدها وفي تالتة سنوي وفي اولا سنوي وفي اولا كلية وغيره اه نواقل العصبية ونيورو ترانسمتر هنعرفها النهاردة تاني حاجة هتكلم عن الريسبتورز بتاعتها تالت حاجة هنشوف التقسيمات اللي علماء اسموها واخر حاجة خلص هنشوف مثالين من النيورو ترانسمتر هو الاسطوائي الكولين والادينوزين دي ايه يا ولاد دي ماين ديماب انا عملها علشان نلمي بيها المحاضرة كل ما هنشرح جزئية فيها هنرجع لها تاني وفي نهاية المحاضرة هنلمي بيها المحاضرة تاني طيب ينفع اعدمد على المين ديماب دي في المذاكرة ا ينفع لان انا لما فيها كل حاجة حتى التعريف انا كتبت كل حاجة فيه تمام هيبقى نواقس بس هو الاسطوائي الكولين والادينوزين دول بس بقرؤهم في حديث هنا بيقول لنا ايه عجبا لامر المؤمن قاله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ولزا ذلك الاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء انصبر فكان خيرا له حديث جميل نشوفه دايما نحطه قدامنا علشان نتصبر به على الدنيا يعني اللي بنشوفه فيها النيورو ترانسيماتر هنتششبيه عن ايه هكلمك فيها عن التعريف زي ما انا قلتلكم في البداية وهرجع اكلمك فيها عن الكلازافيكيشن وبعد كده هكلمك فيها عن الرسيبترز بتاعة الI carry on طيب ندخل على اللي بعده. بصوا انا حبيت ابدأ الحكاية من الاول خالص يعني ايه من الاول خالص? يعني انا قلت لكم ان احنا رايحين رحلة. ينفع ادخل الرحلة كده من غير ما اقول لكم احنا رايحين فين? بس احنا مش رايحين نتعرف عن المكان عن القرية كلها يعني هتعرفينا ليه عنها? هعرفكم دلوقتي وهقول لكم دلوقتي ايه? لازم ان انتم تعرفوا القصة من البداية. يعني انا ينفع اقول لك مسلا انا انا وغير كده كمان انا حبيت اربط الموضوع ببعضه علشان تكون الصورة واضحة قدامنا. اول حاجة دل ايه ده ال ال نيرفلس ستم. النيرفلس ستم زي ما انتم خدتم في الاناتومية. اخدنا انه هو بيتكون من سينترال نيرفلس ستم وبيتكون من بريفرل نيرفلس ستم. ده الي هو البريين والسبيانال كورد. لكن بيتكون من النيرفلس اللي هي منتشرة دي. والنيرفلس دي بتتقسم لنوعين. فيه اعصاب اوتوناميك وفيه اعصاب سوماتيك السوماتيك بتودي للايه للعضلات انما الاوتونوميك بتودي بقى للاورجنز اللي هي مثلا زي الهارت وغيرها وبتودي الحاجات اللي هي الانفانتر اللي انا مقدرش تحكم فيها يبقى انا دلوقتي بتكلم عن النيرفاستيستم قلت انه هو مكون من سنترال نيرفاستيستم برين وسباينا الكورد وشوية اعصاب بتكلميني عنهم ليه هقولكو دلوقتي ده الستراكشور بتاع تاني حاجة هعرفكو طب ليه علشان اوصل للكائنات السغنطوطة اللي انا هبدأ اتكلم عنها في المحاضرة بتاعتي اللي هي هنعرف تيجز دلوقتي ده كده ما اتكلمت عن تاني حاجة هتكلم عن ايه هي الفونكشون بتاعت بتاعت النيرفاستيستم يا ولاد بيتحكم في اي ارجن موجود في الجسم من غيره الانسان ميت دي مش مبلغة والله فبالتالي النيرفاستيستم او اللي فوق دوت اللي هو بيمثل اكبر جزء من من ال من Richterm لا يله الا الله منają علشان يتحكم za كل الاعضاء كان لابد من حاجات توصلوا بيههم صح ولا غالط صح طيب ايه هي الحاجات اللي هتوصلوا بيهم النيرفز النيرفز دي تمام ؟ تمام او طيب النيرفز دي اللي بتوصللي بالبريم بالارجن بتاعته مش كان لازم حاجة تمسكهم كده وتصلوا بهم شوية فعملنا يعني انا شرحت الفونكشن تاني في ايه في الفونكشن ما علينا علشان ما نطاولش ده مش مش ملزوم ان انا اشرحه اصلا اللي انا بس تحباكوا تطلعوا لي من الصورتين دول ان انا عندي حاجة اسمها مكون من وشوية اعصاب وشوية الاعصاب دول علشان يوصلوني مبين البريم وما بين اللي هو عايز يوصل لها يعني انا عند البريم ده هيتحكمني في صوباع رجل الصغير فكان لابد من وصله تربط ما بينهم اللي احنا سميناها لايه النيرفز طيب النيرفز دي بتتكون من ايه يا ولاد عصب بيتكون من ايه زيه زي اي تشو موجود في الجسم بيتكون من مجموعة من الخلايا اللي هي الايه الخلايا العصبية يبقى النيرفز زيها زي اي تشو موجودة في الخلايا في في الجسم عندنا بتتكون من خلايا ولكن احنا عارفين ان وظيفة البريم وظيفة مميزة فكان لابد من خلايا مميزة ايه تكون الجهاز العصبي ده فجابلنا الايه الخلية العصبية قالول ان هي مكونة من ديندرايتس وسيل بضي مكونة من اكسون هيشيل الخلية الاشارات العصبية ويوديها للايه للترمنال بتاعة الاكسون علشان توديه الخلية تاني بالراحة اخلص احنا تكلمنا وقلنا ان ده الايه ده النيرفز مكون من ايه من نيرفز وبريين وسباينال كورد النيرفز اللي بتربط ما بين البرين وباقي الارجن بتتكون من مجموعة من الخلايا الخلايا دي كانت مميزة زي بالضبط تميز الايه النيرفز سيستم في الفونكشن بتاعته فكانت اللي هي الايه الخلايا اللي هي الايه نيرفز سل دي عرفنا ان هي بتتكون من ديندرايتس هتجمعلي الاشارات العصبية اللي هيبعتها البرين علشان توصلي ليه urbanه وهتاخدها استيل بضي تبعتها الاكسون هتمشي في الاكسون ل망حظة الاكسون نخلايا لحد ما توصلي لنهاية الاكسون وبعد ما توصلي نهاية الاكسون انا بحب اسميها ده رجل الاكسون ده رجل الخلية العصبية وهتوصلها لي بخلية عصبية جديدة اللي هي ايه راس الخلية العصبية الجديدة تمام يبقى رجل براس يعني بربط مبين خليتين خلية عصبية وخلية عصبية جديدة طيب كده انت قلتلي ان فيه فاصل ما بينهم صح قلنا ان فيه ايه فيه فاصل ما بينهم يعني هما مش يعني انا دلوقت طلعت بمعلومة ان الخلية العصبية دي مش متربطة ببعضها كده زي ما احنا شايفين لا كان فيه فواصل ما بين الخلية العصبية دي وبعضها البعض كده. يعني دي خلية عصبية علشان تتصل بالتاني كان لابد من ايه من فاصل كده ما بينهم. طيب هو الفاصل ده علشان يتكون. ثانية ده هنا الفاصل. هنا ما بين خلية وخلية. الفاصل ده كان لابد من حاجة هتنقل الاشارة العصبية من الخلية دي للخلية دي. قال لي فيه كائنات سغنطوطة موجودة هنا كده بنسميها النيورو ترانسيمتر. فنيورو ترانسيمتر دي هي الحاجة اللي بتنقل الاشارات العصبية من نيرون لنيرون تاني. لان فيه جاب ما بينهم مش عارفين نوصل اشارات العصبية ما بينهم وبين بعضهم. فاضطرين ان احنا نجيب ايه النواكل العصبية دي او اللي هي النيورو ترانسيمتر. طيب. اه الصورة دي برضو ملهاش لازمة بالمحاضرة ولكن انا حبيت اعرفكو ان احنا عندنا. يعني النيرف ده لما يروح لعضلة مش زي ما يروح لأورجن. يعني لما يروح لأورجن فهو كده بيتحكم في حاجة هتكون لكن لو راح لعضلة مسلا هتكون يعني الخلية دي بتختلف من ايه? بتختلف على حسب اللي هي رايح ولو. طيب دي ايه تاني? دي خلية عصبية. هتتصل المفروض بايه? بخلية عصبية تانية. صحي ولا غلط صحي? انا عندي دي خلية عصبية. المفروض هتتصل بخلية عصبية تانية. وفي احنا قلنا ان ما بينهم ايه? ما بينهم جاب. والجاب دي علشان ننقل الاشارة من هنا الهنا قلنا هنخلي الاشارة دي تتشال في حاجة اسمها ايه? نيورو ترانسيمتر. اللي هو منتشرين هنا كده. يبقى النيورو ترانسيمتر ده هياخد الاشارة العصبية من السل الاولى للسل التانية. تعالوا نشوف الرسمة اللي انا عملتها دي كده في الحتة دي. الحتة دي بتمسل ايه? بتمسلي اتصل ما بين عصب ما بين خليتين. الخلية واحد. ودي الخلية التانية. يعني دي الرجل بتاعت خلية. الرجل بتاعت الخلية الاولى. ودي الراس بتاعت الخلية التانية. الراس بتاعت الايه? الخلية التانية. تمام كده? تمام. وزي ما انتو خدتو عرفتو ان الخلية الاولى بتتكون من بري ساينابتك والتانية من بوسط ساينابتك. وموجود هنا ايه? ميتوكندري علشان هي زيها زي اي خلية موجودة في الجسم محتاجة ميتوكندري علشان تشتغل. وفيه زي بيكون فيها موجود ايه? اللي هتبدأ تطلعه لي بره علشان يشيل الاشارات العصبية وينقلها ما بين خلية اولى وخلية تانية لان لان فيه جاب ما بينهم. الجاب دي احنا ايه? آآ قلنا ان هي مش هتنقل مين الاشارات العصبية فكان لابد من النيورو ترانسيميتر تنقل الاشارات من الخلية الاولى للخلية التانية. كل ده انا مش محتاجة معي في المحاضرة ولكن قبلها نبص عليهم تاني كده احنا اتكلمنا عن وتكلمنا عن بتاعته وعرفنا ان هو المفروض هيوصل لي اشارات عصبية من لحد سبعة رجلة صغيرة فكان محتاج اعصاب تنقل الكلام ده كل او اعصاب توصل ما بينه ما بين الارجنز البعيدة دي. آآ فالاعصاب دي جينا نشوفها بصورة اكبر لقينا ان هي مكونة من مجموعة من الخلايا خلايا مميزة جدا اللي هي ولكن احنا لقينا ان ان الخلايا دي مش متصل اتصال مباشر ببعضيها وكده لا احنا لقينا جابز ما بينهم فالجابز ما بينهم دي كانت بتستلزم من حاجة علشان آآ ننقل بيها لايه ننقل الاشارة من هنا الهنا يعني حاجة تشيل الاشارة حاجة تشيل الاشارة من العصب الاول للعصب التاني وهكذا فالاشارة في الحاجة اللي هتشيل الاشارات دي هي كانت انيورو ترانسيمتر معانا نسبنا من كل الهاري العلمي ده ونيجي لحاجة كده ايه زي السكيمة حلوة كده ده مين ده محمد علي آآ مالك يعني آآ وده ايه وده حمام زاجل واخد رسالة منه ورايح بيها المين لجنود يبقى ده محمد علي او مالك في وده حمام زاجل وده ايه ودول جنود الجنود دول من الصورة واضح ان هما مستنيين اشارة علشان يبدأوا الشغل بتاعهم او يبدأوا الحرب بتاعتهم فهما مستنيين الاشارة من مين من الحاكم الحاكم عليه ان هو هيبعث الاشارة لمين للجنود بتاعهم تمام آآ فدلوقتي انا عندي ايه الحاكم ده البريم ومالك حمام زاجل ده شايل رسالة هو البريم بيبعت رسالة اسمها ايه المفروض ان هي نيرف امبلس حاجة للمفروض ان انتو خدتوها يعني المهم يعني مين شايلها شايلها النيورو ترانسيمتر مش عارف انتو فاهمين معي ولا انا لغبطت الدنيا دلوقتي انا عندي حاكم ياولاد عايز يبعث اشارة الي الجنود بتورلشان يقول لهم ابدقوا الحرب بتاعتكم بالزبط زي البرين عايز يبعت اشارة الي بتاعتوا على عايز يقلب لهم ايه؟ لل�ورجنز بتاعته سانية للارجنز بتاعتوا علشان يقول لهم ابدأوا التاعتوا بالاشتغلون البريم برضو عايز ييبعت اشارة اشارة للنيرون علشان يقولها ابعتي اشارة لنيرفي تاني والنيرفي التاني يودي للنيرفي التالت لحد ما توصله ليترجervesون وتقول لهουνي يشتغل فهميني ان شاء الله تكونوا فاهمينني athe الاشارة دي هتكون ايه او الاشارة دي مبعوطة في ايه محمد علي هيبعتها في رسالة اللي هي الايه المسج اللي الحمام ازداجل ده شايلها عندنا بقى في النيرف بنسميها نيرف امبلس طيب حلوة او يمين شايلها الحمام ازداجل طيب مين شايل الامبلس عندنا في الجسم النيورو ترانسيمتر حلوة كده ولا انتم مش فاهمين ولا ايه يبقى انا عندي دلوقتي حاكم اللي هو البرين عايز يبعت اشارة للجنود بتاعي وقت بطوعه علشان يقول لهم ابدأوا الحرب بتاعتكم او ما تبدأوش او تراجعوا يعني على حسب الفونكشن اللي احنا عايزين نعملها تاني حاجة البرين برضو نفس الحاكم هيبعت ليه النيرون يقول لها هبعطي اشارة ليه النيرف اللي بعدك والنيرف اللي بعدك يبعت للي بعدك لحد ما نوصل لترجتيش ونقول له اشتغل او ما تشتغلش يعني اصارة او تنشيط انهيبشن يعني تزبيط في الشغل هنبحث الرسالة بمين مين هيشل الرسالة ديت باسرع وقت قال لي الحمام ازداجل الحمام ازداجل عندنا بنسمين يورو ترانسيمتر يبقى ايه هو الحمام ازداجل بتاع النيرف السيستم الشاي الرسالة اللي هي النيرف امبالس عرفتوا ايه هي النيرف امبالس طيب بعدكده عندنا حاجة مهمة جدا انا السنة اللي فاتت ما فيمتش المحاضرة دي غير باقيه في البداية جماعة هي هتفهمنا طبعا الاكشن بوتينشيال للناس اللي كانت ناسيا الموضوع زي طيب تعالوا نبدأ خلص الحكاية من الاول احنا عندنا حاجة اسمها رستنج منبرين ايه رستنج منبرين بوتينشيال يعني ايه رستنج منبرين بوتينشيال ويعني ايه دي بولاريزيشن ويعني ايه هايبر بولاريزيشن قال لي رستنج منبرين بوتينشيال كان بيساوي رقم سبعين والدي بولاريزيشن كان بتساوي خمسة وخمسين وتساوي ساول سالب تسعين ما التاريزيشن معناها ان الخلية قاعدة سكتة مش بتشتغل حدث دي بولاريزيشن معناها ان هي عملت تشتغل باكساء سرع عليها لكن علاها تصبيت في الخلية خالص مش شغلة خالص يعني عاملالها إنهباشن بقولها متشتغليش وده بيحصل عندي سالب تسعيل نسيبنا من كل الهارية ده ونرجع لحاجة تانية انا هيجي مثلا اتكلم عن دانيون صح عصب العصب ده عايز ينقل اشارة منه لعصب تاني في البداية عندنا حاجة اسمها نيرو ترانسيمتر هتجيب الاشارة اللي هي النيرف امبلس من البرين وتوديها للعصب ده هتقول له يا تعمل اكزايتيشن يا تعمل انهيبشن يبقى الرسالة معايا اللي هي المسج بتاعتي اللي هي النيرف امبلس النيرف امبلس اما هتكون اكزايتيشن اما تكون انهيبشن قال لي مثال الحاجات اللي بتعمل اكزايتيشن او الحاجات اللي هتشيل المسج جي دي الحاجات اللي هتشيل المسج جي دي وتوديها للنيرون ده وتخليه يعمل اكزايتيشن منها الجلوتاميت يعني الحمامة ازداجلة بتاعت الاكزايتيشن الجلوتاميت لكن الحمامة ازداجلة اللي هتودي النيرف امبلس لنيرون معين وتقول له عمل انهيبشن يعني تراجعه متحربوش هيكون مثلا اسمها الجابة بالراحة تاني اول حاجة عندي الجلوتاميت من الحاجات اللي بتعمل الجابة من الحاجات اللي بتعمل انهيبشن نشوف لما هيجوا يمسكوا في النيرون هنا لما هيجوا يمسكوا في النيرون هيعملوا ايه نشوف اول حاجة عندي الجلوتاميت الجلوتاميت اول ما بيجي يمسك بيروح يمسك في في الايون ايه في السوديوم كالسيا متشانل او مش في السوديوم كالسيا متشانل هو بيحفز حاجات بتشغلي المهمة انا دلوقتي اول ما الجلوتوميت جيشتغل جي مسك في الخلية شغلي حاجة اسمها سوديوم كالسيا متشانل هيعمل ايه هيدخل سوديوم كتير جدا جوا الخلية احنا متفقين ان الخلية بتاعتي دي كانت في حالة مستنيين انا مش عارفة اشتغل احارب ولا اتراجع هي الخلية كانت كده من بريم بوتينشيا كانت سالب ايه كانت سالب سبعين تمام جت لنا مسلا جلنا الجلوتوميت قال لنا اول ما جي الجلوتوميت على طول الخلية اميجام دخلها سوديوم وايه سوديوم كالسيوم سوديوم كالسيوم فالاشارات العصبية بدأت تزيد تزيد جوا الخلية فتحولت من سالب سبعين الى سالب ايه الى سالب خمسة وخمسين سالب خمسة وايه سالب خمسة وخمسين السالب خمسة وخمسين ده معناه انا عملت للخلية معناه كده ان هي هتحارب معناه كده ان الارجن اللي معايا دوت هيشتغل تمام اه فهمت انتو دلوقت انا عملت ايه انا جالي ايه جالي جلوتاميت اول ما مسك في الخلية دخلي سوديوم وكالسيوم سوديوم وكالسيوم جوه الغلية حول هالي من سالب سبعين الى سالب ايه الى سالب خمسة وخمسين فعملي في الخلية تاني حاجة عندنا على النقيد الجابة بيجي يمسك برضو بس بقى مش بيروحي يحفز الكالسيوم والسوديوم اتشانا بيقول لها دخليلي سوديوم وكالسيوم جتير اما اللي بيعمل ايه لا بيروحي يخلي البوتاسيوم اللي موجود البوتاسيوم خدوا بالكم ان هو ايون موجة يقولوا لا اتفضل حضرتك اخرج برا اما اللي هندخل بدالك مين هندخل بدالك كلور يعني انت بتعمل ايه انا بزود السالبية السالبية داخل الخلية وبقلل الايجابية انا قللت الايجابية ازاي باني خرقت البوتاسيوم برا الخلية ودخلت الكلور اللي هو زودت السالب داخل الخلية فحولت البوتنشيال بتاع الخلية من سالب سبعين برضو الى ايه الى سالب تسعين معنى كده ان هم هيتراجعوا معنى ان انا كده ان انا اديتهم اشارة لا ارجع انتم مش هتحاربوا بالضبط زي الخلية بقول لها لا ارجعي ما تشتغليش تمام تمام اه فهمت الحتة دي يبقى انا عندي مسلا جلوتاميد جي مسكلي في الكالسيوم السوديوم مدخلي كالسيوم السوديوم كتير لكن الجابة خرج لي البوتاسيوم مدخلي الكلور انت عايز ايه من هنا انا ما كانش هدفي بقى الجابة والجلوتاميد بيشتغلوا ازاي اللي هدفي ان احنا عندنا حاجة اسمها بتكون سالب سبعين وفي حاجة اسمها او انا نسيت اقول ان حتة هي هيها للخلية هي هيها حربوا اشتغلوا اه لكن بالنسبة للهايبر بولاريزيش مش عارفة اي الخط ده المهم هيبر بولاريزيشن الهايبر ايه الهايبر بولاريزيشن اه معناها معناها انهيبشن معناها انهيبشن بقولهم تراجعوا ما تحربوش تمام تمام ده اللي انا كنت عايزة كنت يجو به من تطلعوا به من البتاع دي يعني بعد كده ندخل على السلايد اللي بعدها بيقول لي هنا ايه عندنا رستنج من بريم بوتينشيال كان سالب سبعين جالي مثلا الجلوتاميت جالي ايه جالي الجلوتاميت حولي الاكشن بوتينشيال بتاع الخلية من سالب سبعين لسالب خمسة وخمسين يعني عمل ايه عمل ايه عمل دي بولاريزيشن بيقول للخلية حربي بيقولها اشتغلي طيب السالب خمسة وخمسين اللي حصلت دي هتعمل ايه هل هنكتفي بيها كده قالك لا ده السالب خمسة وخمسين دي اول ما بتلمحها ايوناء البوابات بتاعت السوديوم اول ما بتلمحها بوابات السوديوم بتعمل ايه على طول تبدأ تفتح الباب على مسرعيه وتدخل السوديوم ادخل 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 اتفضل اول ما السوديوم التانية دي تشوف سالب خمسة وخمسين اتفضل 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 اول ما دي برضو تشوف اتفضل 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 لحد وبعد ما يوصل عندي الايجابية. الحد ما توصل الايجابية جوة الخلية الايجابية هتوصل هنا. انا عندي كده صودييوم ه يه جي من برا الجوة. السوديوم صوديومن قلي tokens هتوصل معنا لكام لموجة بتلاتين. تحولت من سالة 5500 لموجة بتلاتين. الموجة بتلاتين دي اول ما بتلمحها بوابات الكالسيوم تقول له تفضل 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 تعني انزائي لان قالت يوم واعندي كالسيوم تلاجد هم لاجي حيث علمان على دول هم داخل الخلية. طيب اه الكالسيم ده هيعمل ايه? الكالسيام ده طبعا فيه عندي حوايص والات كيميائية مليئة بالنيورو ترانساميتر اللي هو لايه اللي هو الجلوتاميت برضو. لان لما بيجي محفز بيحفز كده برضو. يعني بيطلع جلوتاميت او ممكن برضو يروح يحفز خلية تانية خليها تطلع تاني عادي. المهم دلوقتي هو هيروح ده اه للنيورو ترانساميتر ونشوفها هيعمل ايه دلوقتي انتي بتقول لي دخل كالسيم كتير قالك الكالسيم ده اول ما بيدخل الخلية بيلمح عندنا على على الميبريم بتاع الايه بتاع الترمنال اكسون فيه بروتين اللي هو اللون لبني ده ياولاد انا مش عارفة شوة بيق عليه اللي هو ده شايفينه ولا اي المهمة ده اللي هو البروتين ده تمام البروتين ده هيعمل ايه اول ما بيدخل الكالسيوم بيروح على البروتين ده ويخليه يمسك في في الاي في الفيزيكل دي فبعد ما يمسك في الفيزيكل يخليها تربشر زي ما انت شايفين كده يفتح لها البوابة كده ويقولها خرج اللي جواكي تخرج ايه بقى جلوتاميت تمام حلوة اوي كده انتو كده وصلتوا معايا ان احنا كان عندنا اول حاجة جالي جلوتاميت في الخلية حول هالي اكسام بوتنش يل فيها وحول هالي �ف 55 السوديو اول مالمح SPA55 فطول يدقل في ايونات سوديو وادخل في ايونات سوديو من حد ما وصلنا الكيام ده الموجب تلاتين اول ملمحها اول ملمحها بوابات الكالسيوم ام اتدخلت الكالسيوم ادخلتوا ادخل الدخول الكالسيوم لما دخل شاف شاف البروتين وربشارة النيروترانسيمتر فهمت النيورو ترانسيمتر بيكون موجود في تشابك العصب ازاي في الصينابس ازاي طيب كويس تاني حاجة بقى عندنا هل الخلية هتفضل كده يعني انت غلص طلحتي وهتفضل كده قالك لا اللي بيحصل يا سيدي كالأتي ايه اول حال احنا عندنا شفتم موجة بالتلاتين دي كانت محفز للايه للكالسيا من هو يدخل الكالسيا مؤلل في نفس الوقت بتكون محفزة للبوتاسيوم ان هو يخرج ايه يخرج البوتاسيوم من جوة الخلية اه يعني بيحاول يقلل الايجابية داخل الخلية فانخرج شوية ايجابيات برا في صورة بوتاسيوم اهو تمام تمام الايجابيات اللي عملة تخرج برا الخلية اللي هو البوتاسيوم اللي بيخرج برا الخلية ده هيفضل يخرج 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 لحد ما يحولها لي من سالب تلاتين الى سالب تسعين الى سالب ايه الى سالب تسعين عارفين السالب تسعين دي اول ما بتلمحها البوابات بتاعة الكالسيوم بتعمل ايه بتقفل بوابتها على طول يبقى الموجب تلاتين كانت تفتح البوابات لكن السالب تسعين تقفل البوابات هو هنا برضو قال من السالب تسعين راح يتعمل ايه قفلت البوابات وما زقعد دخول الكالسيوم جوه خالص ومنع الدخول الكالسيوم جوه ايه جوه خالص وبالتالي النيورو ترانسيميتر دي مش ايه او الفيزيكلز دي مش هت ايه مش هتتفتحتين تمام كده فاهمين الدنيا معايا تبون شوف من الاول كده تكلمنا هنا عن البرين ومش عارفة ايه وبعد كده تكلمنا عن الايه الجلوتاميت لما جوه مسك ودقى الكالسيوم وسوديوم كتير الكالسيوم وسوديوم الكتير حولوه للاكشن بوتينشيل من سالب سبعين لسالب خمسة وخمسين وكذلك الجابة العكس خلق والسالب خمسة وخمسين الاول بتعمل تمام نشوف الجابة الجابة بيروح يخلي البوتاسيوم يخرج برا القلية ولكن يدقل القلور بعد كده وعمل ايه عمل لي حول لي من سالب سبعين لسالب تسعين يعني عمل لي في الخلية تمام تمام وفهمنا الصورة دي اللي هو السالب سبعين تحولت لسالب خمسة وخمسين السوديوم اول ملمح السالب خمسة وخمسين تفضل تفضل لتفضل لحد ما زود لي الجوة الخلية غلهولي تلاتين والتلاتين كانت محفز للكالسيا من هو يدخل تاني حاجة بوابات او التلاتين دي كانت محفز لايه تاني كانت محفز لبوابات البوتاسيوم ان هي تخرج بوتاسيوم تخرج بوتاسيوم لحد ما تخلين بتاعنا سالب تسعين وستالب تسعين كانت في حد ذاتها محفز لايه لبوابات الكالسيوم ان هي ايه تمنع دخول الكالسيوم تاني فبالتالي تمنع ربشارة النيورو ربشارة الفيزيكل فتمنع فروج جديد فتمنع اصغارة عصب جديد فتمنع اصغارة الايه الترجل تشو فتعمل في المثل العضلة تمنع في الحاجة اللي شغالة عامة يعني طيب اللي بعد بعشنطولنا اوي فالمقظمة دي الصاين ابتك ترانس ميشن قلنا ان in برب 3 صاين ابتك واللي في المصط او اللي احنا بنسميه الصين ابتك وعرفنا كمان فيها Unbelievable ده اللي هو السلب سبعين بتتحول لمجب تلاتين وغيرها لحيات ما توصل من خلية الخلية لحد ترجل تشو يتعمل له انهباشا. هنا نفس الكلام بس دي كانت موجودة بالكتاب تحبيت اجيبها. نأكد عليها يعني. قال لي اول حاجة احنا عندنا حاجة اسمها بيوصل الاكسون تيرمينال. الاكسون تيرمينال. اول ما بيوصل طبعا هيلاقي السوديوم وبعد كده هيلاقي الايه الكالسيوم. يوصل بيه التيرمينال بتاعة الاكسون اللي هو بوابات الكالسيوم. اول ما بيوصل لها في بوابات اسمها بتفتح له. لما بيوصل لمجب تلاتين. هتبدأ تدخل الكالسيوم هيشوف الفيزيكل هيربشارها. هي ايه? هيخرج الخلية. هيخله لي في الصينابتك الكليفت. هيريليز يعني في الصينابتك الكليفت من الصينابتك الفيزيكل. النيورو ترانسيميتر هيمسك فيه الريسيبتور انطرج التأسيل او. وبعد كده النيورو ترانسيميتر اللي خرج ده هيعمل ايه بقى? هيفضل قاعد في الخلية كده? لا هيعيد الدورة دي تاني بس في ايه? في خلية جديدة. يعني ايه? يعني هيروح هيلاقي بوابات. آآ اللي هو الجلوتاميت مسلا هيمسك فيه بوابة تانية. والبوابة دي هتبدأ تفتح له مسلا الايه? تبدأ تدخل السوديوم وي الكالسيوم او لو كان هتبدأ تخرج البوتاسيوم والدخل الكالسيوم. وت ايه? وتعمل لي بقى البولاريزيشن او الدي بولاريزيشن او الهايبر بولاريزيشن داخل الخلية الجلدية ده. يعني هو يقصد بالريسيبتور دور ايه? الريسيبتور اللي بيمسك فيهم. النيورو ترانسيمتر. النيورو ترانسيمتر. علشان يدخل سوديوم ييخرج بوتاسيوم. يعني علشان اعمل يا اما ايجزيشن يا اما عامل انهيبشن. شاء الله تكونوا فاهمين يا ولاد. دلوقتي بيقول لي عرفيلي بقى النيورو ترانسيمتر من خلال اللي انت عملت قريدة. قال لي ان هم عباروا عن مواد كيميائية بتفرس بوسطة النيرون في الصينابس. علشان تربط ما بين خلية وخلية. بالراحة. كيميكال صابستانس يعني ايه? هل هي بايولوجيكال صابستانس? لان انا قلت ان هي كيميكال صابستانس. لان زي ما انتو شايفين في الصورة كده هي عبارة عن مركبات كيميائية. فاكنين الكيمياء العضوية والحاجات دي? فبالزبط ان النيورو ترانسيمتر زدول وجدنا ان هم ايه? وجدنا ان هم عبارة عن ماجموعة من المواد الكيميائية فسميناهم كيميكال صابستانس. كان يحاجة بيفرزه بوسطة النيرون. فين? في الصينابس. بسكرتد مينليات صينابس. مش هتلاقي نيورو ترانسيمتر خالص في الايه? في مسلا في الترمينال اكسون. لا. هتلاقيه دايما في الصينابس. علشان تعمل ايه? علشان تربط ما بين خلية وخلية كان ما بينهم جاب. فاحنا ربطنا ما بين الخلية والخلية دول باستخدام الايه? باستخدام نيورو ترانسيمتر زدول علشان توصل في النهاية لترجطه وتعمله اما او تعمله انهيباشن او من الاخر تعمله او انهيباشن اه بيقول لي هنا سؤالين على التعريف بيقول لي دي مكتوبة غلط ولا ميكانيكال سابستانس هه كيميكال سابستانس طب تعمله او النيرون او الصينابس او الصينابس او الصينابس او الصينابس او الصينابس او صاكرا انتو كده معي ان هما كيميكال سابستانس بيسكرت بواصلة النييرون علشان يربطوني ما بين خلية وخلية عصبية في النهاية يوصلوني ما بين هندخل دلوقتي على الريسيبتورز الايه الريسيبتورز عارفين ايه فين الريسيبتور دي خلينا مش عارفين قمس عندي عصب اولين وعصب تاني مش بعرفة المهم العصب الاول احنا قلنا ايه رجل ودي راس عصب جديدة تمام فيه ما بينهم جاب وفيه بقى ريسيبتورز موجودة علشان النيورو ترانسيمتر ده ايه يقدر يشتغل يبقى تاني النيورو ترانسيمتر اللي هو ده هيبدأ يمسك لي فيه البوابات التانية دي علشان يعرف بقى ايه يشتغل بقى ونشوف هيعمل ايه في الخلية اللي بعد كده المهم البوابات اللي هو هيمسك فيها دي اسمع الريسيبتورز بتاعته الريسيبتورز بتاعته يبقى انا هكلمكو دلوقتي عن ايه هنتكلم دلوقتي عن الريسيبتورز طيب عندنا تلات انواع من الريسيبتورز ياولاد تلات ايه تلات انواع من الريسيبتورز المفروض تكون موجودة على الغلية التانية قال لي فيه حاجة اسمها ايونو تروبك وفيه حاجة اسمها ميتابو تروبك وفيه حاجة اسمها انزايم ايه لينكيد ريسيبتور اول حاجة بالنسبة للايونو تروبك اللي هي دي بص انا اول ما بيجي لي النيورو ترانسيمتر او اول ما بلقيه في الصينيبس في المنطقة دي الريسيبتور ده بيسأله انت اسمك ايه لو قال له انا اسمي نيكوتينيك هيقول له اذا فانت هتشتغل بالايونوتروبيك لو قال له انا اسمي ركزوا بقى معايا كده كات جبتلها اتنين جي وواحدة اتش ففرحت ففرحت وي زودت الدوبامين والسريتونين عندها لو حاجة من دول بالراحة الامور هتوضح دلوقتي لو قطت جبتلها اتنين جي وواحدة اتش ففرحت وي طلعت سريتونين ودوبامين لو نيورو ترانسيمتر حاجة من دول فانا هشتغل بحاجة اسمها ميتابو تروبيك ريسبتور لو انا جاز اسمه اني او اني او اني او اني او هشتغل هروح احفز انزيم اسمه جوانايل سايكليز اذا فانت هتشتغل بالايه بالانزايم لينكد ريسبتور توهنا ومش فاهمين حاجة بالراحة الاصطايد اللي بعدها بيقول ايه عندنا اول نوع اللي هو الايونوتروبيك ريسبتور اللي دلوقتي انا لو ده النيورو ترانسيمتر اللي هو الاخضر ده النيورو ترانسيمتر ده لو كان اسطايل كولين لو كان ايه اسطايل كولين لو كان اسطايل كولين وانا اسمي نيكوتينيك انا نيكوتينيك ريسبتور يبقى انا اسمي ايه نيكوتينيك اسطايل كولين ريسبتور اول ما هلمح الاسطايل كولين بتاعي جاي او يعني علشان للتوضيح اكتر الاسطايل كولين لما يكون موجود فيه فِي الـ في الـ في النرفة السيستيم يعني تمام اول ما هلمحه هاعمل ايه اول ما هلمحه هقوله هفتح له البوابة على مسر عيها كده وقلوه تفضل اتفضل تفضل كده انا بدخل لا مش هقوله للأسطائي الكولين يا ولاد الأسطائي الكولين هيكون مسك هنا تمام اول ما هيجي يمسك هنا هو ده المفتاح بتاعي ده مفتاح البوابة أول ما هيمسك البوابة هتلاوت فتحت على مصر وعياء علشان تدخل إيه؟ تدخل السوديوم والكالسيوم فاكرين هتدخل مين؟ هتدخل السوديوم والكالسيوم داخل الخلية أو تخرج بوتاسيوم لو هتعمل إنهيبس بس عمتا يعني الأسطايا الكولين لما بيمسك بيدخل سوديوم وكالسيوم اللي في حالة واحدة بس لو كانت الريسبتورس دي موجودة على عضلات القلب بيدخل بيخرج بوتاسيوم بيخرج آه بوتاسيوم فبيعمل إنهيبشة نقصو دي يعني إنتوا فاهمين ولا إيه? بصوا، أنا معايا دلوقتي ريسبتور اسمه الأسطايا الكولين ريسبتور ده موجود منه في central nervous system وفي موجود منه في الأيه في الهورت قال لي اللي في الهورت لما بيجيله الأسطايا الكولين ويمسك فيه يعني الأسطايا الكولين ده بيعتبر المفتاح بتاع البوابة اللي هي ريسبتور ويحط المفتاح في البوابة كده فتفتح على طول هتدخل إيه لو هي في السين الاس قال لي لو في السيق النقس هتدقلي الكالسيام والسوديوم لكن لو في الهار��은 هتخرج لي من البروتاسيوم فهتعمل هناك لكن في السيق النقس هتعمل تاني أول حاجة من أمثلتها من أمثلتها الفُرْغ BLT اللي هو أصيطيل كولين ولكن أصلحنا عندنا يولاد النوعين من أصيطيل كولين أقول الحرة دي. فيه حاجة اسمها نيكوتينيك وفي محاجة اسمها دهيض مع ال Mistab finalement Path��mayيك ريسبتر. بيشتغل بالان Synunterflow ايه؟ بالمتاب بتشتغل إيه؟ بالنيكوتينيك ايه بيشتغل بالايونو Debbie tyn print inn مع me وم مع م. طب الايونو تروبيك دي بتشتغل ازاي؟ بأنا جاهلي دلوقتي عستهي لين مش عارفة هوا يشتغل بدي ولو بدي قال لي لو البوابة اللي معايا اتفتحت K مفتاح اتحطف اللي بوابة وفتحت لذلك قامت دخلت على طول سوديوم و كالسيوم خلاص انت كده الاسيطايل كولين من نوع النيكوتينك لكن لو احتاجت شوية حاجات وعدت اكتف شوية حاجات هنقولهم في السلايد اللي بعدها اذا فأنت ايه متابو تروبيك ايه متابو اتروبيك ريشيبتر فاهمين كده ولا ايه قال لي في اسمي تاني للايون تروبيك ريشيبتر اللي هي القفل والمفتاح اللي هي البوابة كده وبحط فيها المفتاح اللي هو النيورو ترانسيميتر ريفتح لي و ايه ويدخل على طول مين ويدخلي على طول ال كالسيا مستوديو. انا عمالة بعيد وزيد علشان عارفة ان سي نقس محتاج تكرار ومحتاج تأكيد على المعلومات جامد. يعني المعلومة ما تبصلهاش كده وتعديها بسرعة. قالها اسم تاني اللي هو ليجند جيتد مش جيتايند جيتد ايونتشانل تمام? في فاصل ما بينهم يعني ليجند جيتد ايه ليجند جيتد ايونتشانل ليجند جيتد ايون مين ايونتشانل ليجند يا ولاد معناها كنكت. معناها كنكت. جيتد يعني جيت بوابة ما انا بقول بوابة. اه 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 اتشانل اللي هي ايه اتشانل تمام? يبقى ايه ليجند جيتد مين ليجند جيتد ايونتشانل طيب. وليه ايون? علشان هي اصلا معتمدة في شغلها على ان هي تدخل سوديوم وكالسيوم او تخرج بوتاسيوم لو هيشتغل في الهارت. تمام? فهمتوا كل كلمة في السلايد قلنا اول حاجة انا عندي ايونو تروبيك ريسبتور لها اسم تاني اللي هو ليجند جيتد ايونتشانل. دي بتشتغل ازاي من اسمها. بيجن عندي الريسبتور يمسك في البوابة فكما يدخل القفل في الباقة في البوابة او في الباب هتفتح على طول البوابة دي على مصر عايها وتبدأ تدخل للايه السوديوم او تدخل للكالسيوم. ناس تقول لي مش بتدخل ليه النيورو ترانسيمتر ده اللي النيورو ترانسيمتر دفت المفتاح من فوق البوابة مساء او ما انا هفتح البوابة بايه? فلازم البوابة كانت تفتح بايه? بالمفتاح ده يعني هو شغلته مفتاح بس مفتاح يفتح البوابة هستخدمه جوه لا مش هستخدمه شعم بيه حاجة ليه? انا وظيفتي بس افتح لك البوابة. علشان ادخل ايه? ادخل السوديوم والكالسيوم في هم يكملوا وقال وظيفة. تاني حاجة عندنا اللي انتو غطوها في الفيسيولوجي. الميتابو تروبيك ريسيبتور انا في البداية قلتلكو انا عندي نيورو ترانسيمتر صح? اللي هو بيفتح البوابة. طيب النيورو ترانسيمتر ده اللي هو الحمام ستاجل بتاع السنترال نيرف السيستم اللي هو شايل النيورو ترانسيمتر شايل للنيرف امبلس. المهم ده عبارة عن اه اللي بتوع دول انا ملخصهم في ايه يعني اللي هو امثلت الجلوتاميت والجابة والكلام ده. كات زائد او جبت لها اتنين جي اه واحدة اتش فرحت جدا. فطلعت هرمونات السعادة اللي هما الدوبامين زايد السريتونين. تمام? نعم. انا كنت بسجل. الحمد لله يا رب. بصوا تاني. اول حاجة انا عندي دي بوابة ياولاد. سيها زي النيورو ترانسيمتر التاني بالزبط. بس الفكرة ان انت لما بتحط المفتاح هنا البوابة دي مش بتفتح. امال بيحصل شوية حاجات جوه كده بيفتحوا لي بوابة تانية نقدر ندخل منيها. اللي هي دي. تمام? يبقى اللي هيحصل هحط المفتاح. هتفتح معي وندخل. قالك لا مش هتحصل كده. انما هيحصل شوية تغيرات جوه. شوية التغيرات اللي جوه دول هما اللي هيفتحوا لي بوابة تانية نقدر ندخل منها. هما من اللي قدر يدخلوا اللي هو الايونات اللي هو السوديوم والكالسي. يعني السوديوم والايه والكالسي ما هيدخلوا لي من البوابة دي. اللي هي البينك دي. تمام? اه طيب ايه ايه المفاتيح اللي ممكن تمسك هنا علشان تفتح دي وتعمل شوية تغيرات جوه الخلية وتروح تفتح لدي فحنا نقدر بقى اندخل الكالسيام والسوديوم قال لي حاجة من الحاجات اللي انا هقولها لكو دي اللي هما ايه اسمهم يا ولاد يبقى المفتاح اللي معنا اللي احنا هنفتح بيه ده ايوه وهو هيروح يفتح لدي فنحنا نقدر ندخل منيها الحاجة المفتاح دوت هيكون دول حاجة من دول يعني كات خاصة بكات ابنفرن ونور ابنفرن اللي احنا بنسميهم كات كولامينز طيب جبتلها تنين جي كانوا زمان بيسموا الايس كرينجلاتي جبتلها تنين ومعايا واحدة هات هستامين هتعمل ايه هتفرح جدا في يزيد عندها هرمونات الدوبامين هرمونات السعادة زائد هرمون سريتونين اكتر هرمونات لايه هرمونات سعادة يعني تمام انا عندي كات جبتلها تنين جي وواحدة اتش هتطلع لي دوبامين وتطلع لي سريتونين اي نيورو ترانسوميتر من دول اي مفتاح من المفاتيح دي هيعمل ايه هيخلي الخلية دي هيخلي الريسبتور ده يعمل شوية حاجات جوه الخلية فيفتح لي بيهم الخلية دي سؤال لكم بتسجل الحمدلله منش عارف انا كنت واقفة فين انا بعد ما سجلت المرة التالتة لقيت الريكورد فاصل الحمدلله رو دلوقتي احنا بنتكلم عن ميتابو تروبيك ريسبتور عرفنا ان هي لها اسمتين اللي هي الجي قابل دي بروتين عرفنا ليه اسمها كده علشان المفاتيح دول الدول احنا هنسميهم المفاتيح لما بيجوا ممسكو في الريسبتور ده وجدنا ان الريسبتور ده بيكون مكوم من جوه او ماسك فيه حاجة من جوه اسمها الجي بروتين لذلك سميت بجه قابل بروتين الج بروتين ده مكون من ثلاث حاجات الفه وبيتا وجما وماسك فيه ال ج دي بي ال ج دي بي mostra اول ما بيلمح ت حط في البوابة من فقه اول ما يلمح بيلمح نيروطرانسيمتر Pixada هي هكذا الجيمي بيتحول الجي تي بي على طول الجي تي بي اول ما يلمحها ويتحول الجي تي بي ينتشعها على طول من ال الفه ويفتحه البوابة دي اطللها ان تستفاص Lord والس ... فاهمينها او ايه؟ ان شاء الله يعني تكونوا فاهمينها انا عندي دلوقتي حاجة من المفاتيح اللي فوق دول اللي هما Neuro Transmitters هيجوا لمسيكولي في الريسيبتور ده الريسيبتور ده وجدنا ان هو مكوم من جوه من جي بروتين اللي هو الفا وبيتا وجاما وماسك فيهم ايه الجي دي بي الجي دي بي اول ما يلمح المفتاح بتحط في البوابة يجري على طول يتحول لجي تي بي والجي تي بي ينتش الالفا ويجري يفتحوا البوابة اللي هي الايه؟ البوابة التانية دي وليها دخل لنا بقى السوديوم والكالسيوم وعمل لنا ايه؟ وعمل لنا ايه؟ وعمل لنا ايه؟ او خرج للبوتاسيوم برا وعمل لنا انهيبتور على حسب بقى نوع مين؟ نوع المفتاح اللي تحط هنا المفتاح اللي ممكن يتحط هنا ويعمل الحكاية دي احنا قلنا مجموعين في كلمة كات زائد 2 جي زائد واحدة اتش زائد اه؟ زائد دوبامين وسيريتونين الكات اللي هما الكات buna مينお願いします الكات بها المكونة الائبنفرين snake اتنين جي هما الائس كريم جيل hiding ок Märm 1 او احنا بojه نحن جيد دي اتش فرحت فزاعدتquote هرمونات الساعدة اللي هما الدوبامين وسيريتونين الكات اللي هما الائبنفرين النور ابنفرين الكات public know d opra 1 هما مين وهما جيلاتي هما الجلوتاميت ولجابة ال h هوا الهيستامين الدوبامين وسيريتونين معروفين معروفين يا. طيب. آآ ده بقى خلاصة الموضوع عندنا الايونوتروبيك. آآ لا ده مش دي اللي بعدها. الايونوتروبيك عندنا اول ما هتيجي تمسك اللي هو كمين الايونوتروبيك. اللي احنا قلنا دلوقتي نعند الاسطايا الايه? الاسطايا الكولين في منه نوعين. او ده ده مفتاح. تمام? ده مفتاح يا اولاد. عايز يفتح بوابة. هيتفتح له حاجة من بوابتين. يا اما بوابة الف يا اما بوابة. بوابة الف بتفتح بالمفتاح على طول. اول ما تحطها تفتح. علشان كده سميناها اه نيكوتينك آآ اسطايا الكولين ريسبتور. بوابة بتفتح اول ما وحطه المفتاح على طول. لكن البوابة اللي بتغيب شوية وبتعمل شوية حاجات جوه الخلية كده اللي هي بوابة به. فسميناها الماسكارينيك ايه? الماسكارينيك ريسبتور. تمام? كده الاسطايا الكولين. طيب. انا عندي اول حاجة في الايونوتروبيك. لما يجي الاسطايا الكولين يمسك والبوابة تفتح له على طول اللي هي الاسطايا الكولينيك. احنا كده بنعمل ايونوتروبيك ريسبتور. او ان انا كده بتعامل مع ايونوتروبيك ريسبتور. لكن لو متابوتروبيك هحط الايه? هحط الريسبتور. حاجة من القطة بقى او حياتها كلها ومعيها الماسكارينيك ريسبتور. هيعمل ايه? عندنا الجي بروتين اللي جوه. الجي دي بي. او الجي دي بي. يمتشي الالفا. ويجروا على طول يفتحوا البوابة التانية فيدخلوا لي الايه? السوديوم وي الكالسيوم في يعملوا لي دي في الخلية. اظن اتفاهمت. يا رب يا رب يا رب تكون اتفاهمت بجد. بعد كده عندنا الانزوية من كده ما فيش ابسط منها. عندي برضو مفتاح. هيجلي يمسك في الايه? في الريسبتور. ولكن المفتاح ده مش بيفتح البوابة او الايونات اللي احنا هدفنا ان احنا ندخلها اصلا مش بتدخل من البوابة دي. فكان لابد من شوية التغيرات داخل الغلاء الخلية. علشان التغيرات اللي ده الخلية دي تحفز البوابة اللي انا عايزها تتفتح اللي بتاك خلي السوديوم والايو والكالسيوم. هنا اه هناك مسلا في في الميتاب وتروبك حفز لي بقى الجي تي بي واخد الخالفة ايه وراحوا فتحوا البوابة على طول. لكن هنا مش كده اللي هيحصل. اما الهنا ايه اللي هيحصل اللي هيحصل كالقيتي. عندي ايه? عندي مسلا ادي المفتاح بتاعي هيبقى اسمه هنا ايه? ان او. غاز اسمه نايتريك اوكسايد. غاز نايتريك اوكسايد اول ما بيمسك بريسيبتور. المفروض تفتح. لا قال لك ما تش بتفتح. ليه? لان انا مش من الايه? لان انا مش من مش اصطايل الكولين. هو نيكوتينك اصطايل الكولين. ولا من الكات واخوتها دول. اما انت هتدخل تعمل ايه? قال لك انا اول ما ههز ريسيبتور كده. وحس ان البوابة هتحط فيها المفتاح. في شوية حاجات هيتغيره جوا فيه انزيم اسمه الجوانايل سايكليز. الجوانايل ايه? الجوانايل سايكليز. الجوانايل سايكليز. اول ما بيحس بس ان انا تحطيت في البوابة على طول بيجري. يعني شوية حاجات بقى في الخلاة ويروح يفتح لبوابة تانية. بتدخل للسوديوم والايه? السوديوم والكالسيوم ويعمل ايه او ايه او انهيبشن. اتفهمت ولا ايه يا جماعة? ان شاء الله يا رب تكون اتفهمت. بالوقت انا عندي انه قوم هيجي يمسك في الايه? في البوابة. اول ما هيمسك في البوابة وبس الجوانايل سايكليز يحس ان المفتاح بدأ يتحط في البوابة. يجري على طول. يعني شوية تغيرات كده وبعد كده يروح ييه? يحفز بوابة السوديوم والكالسي من انا هيديها اصلا تفتح. وتدخل يمين? وتدخل لي الايه? الايونات بقى وتعمل الايه الاكشن متونيش في الخليق. الحاجات دي كانت فعايزت بقى لايه بس ان يتفرنت في الايه ولم يكون لأنا اختلاق التالية تحدثpts يتفرنت في confusingال معاقات لترك費 كافيان rel oval. creatخفاء ، للظمارس Arسل المبarynين gating channels g-protein coupled enzyme linked receptors incellular receptors letsstart with ligand gated ion channels ligands usually neurotransmitters such as acetylcholine cross the neuromuscular junction synaptic cleft to bind to the nicotinic receptors which are linked to ion channels Activation of nicotinic receptors induces conformational changes that results in opening of ion channels that allow the influx of various ions For example, sodium ions which modulate the cellular action potential The second type is G-protein coupled receptors In this type of signaling binding of the ligand to its extracellular binding site which can be used by the way which can be used by the life of G-protein and binding of GTP to alpha subunit This conformational change results in activation of alpha subunit of G-protein Activation of alpha subunit results in dissociation of GDP and binding of GTP to alpha subunit Binding of GTP to alpha subunit stimulates its dissociation from beta and gamma subunits which form separate beta gamma dimer Then both alpha subunit and beta gamma dimer Activate various effector targets For example, alpha subunit The important thing here is that it will help the ion channel It will help the ion channel It will help the GTP and alpha It will help the GTP and alpha It will help the cells inside the cells The important thing in the end is that it will help the cells of GTP The important thing is that it will help the cells of GTP Unit activates membrane bound enzymes such as Adenylyl cyclase and Phospholipase C which in turn activate a cascade of second messenger reactions which leads to various biological responses The third type is enzyme linked receptors For example, insulin receptors Where binding of insulin to the extracellular domain of the receptors stimulates conformational change that results in phosphorylation and activation of tyrosine kinase enzyme which is part of the intracellular domain And this is the main difference between enzyme linked receptors and G protein coupled receptors As tyrosine kinase is innate and intrinsic part of the receptor and not detached from it during activation Then active phosphorylated tyrosine kinase phosphorylates effector protein And this is the main difference All right? All right? All right? And this is the main difference It's the main difference It's the main difference It's the main difference The main difference The center of the receptor In another, the enzyme linked اول حاجة الايونووتروبك مفتاح والبوابة اول ما بيتحط في البوابة بدخل على طول السوديوم والكالسيوم ايونوطشا انما لا محتاجة حاجات تعملهم في الخلية وبعد شوية الحاجات دول سيريخ لكل جيمة ينتج الألفا ويعمل ربما يتحط للبوابة ثم هى يفتح للبوابة بعد كده اخر نوع الانزائب عندي نيرو ترانزميتر اللي هو المفتاح هيتحط فيه الريسبتر او البوابة والبوابة دى هتاخد للمشاركة والبوابة دي مش هتدخل الاي صوديوم وكالسيا هما انا عايزيهم مال هتروح تحفز لانزيم معين هو اللي هيفتح الاي البوابة دي طيب هننتقل دلوقتي على تقسيم الاي النيورو ترانسيمتر امجبوا معي العلماء قسموا النيورو ترانسيمتر على حسب النيتشر الي هو الستراكشور بتاعهم الستراكشور تركيب النيورو ترانسيمتر ده المادة الكيميائية دي مكونة من المادة كيميائية نوعها اي بالضبط وتاني حاجة تأثيرهم الكائنات دي بتشتغل ازاي تمام طيب اول حاجة بالنسبة للتركيب بتاعهم عرفنا ان في منهم او امينو أسد او بيورين أدينوزين اي تي بي او جاز اللي هو النيتريك اوكسايد او مسيلنس ايه اسيطايل كولين اعرفوا ان المسيلنس اسيطايل كولين ده نوع لوحده هو لا هو مونو أمينز ولا هو ايه امينو أسد طيب ده عد كده عندنا الامينو أسد استعالوا نشوف الكات قلنا ان هي بتايم بيجيلها 2G و 1H فبتطلع دوبامين وسيريتونين قال لي هرمونات السعادة هرمونات السعادة والقطة القطة وهرموناتها هيكونوا مونو أمينز يبقى القطة وهرموناتها هيكونوا مونو أمينز لكن اللي 2G و اله ومعاهم واحدة ايه اللي هي الاسبرتيت ومعاهم الجلايسين دول هيكونوا أمينو أسدز او أمينو أسدز تمام كده يبقى اللي في النص دول اللي هما 2G و 1HDH ومعانا الاسبرتيت ومعانا الجلايسين دول كده الأمينو أسد أو أمينو أسد لكن القطة وهرموناتها اللي هي الدوبامين وسيريتونين دول مونو أمينز وفي بقى البيورين نركزوا من البيورين دي البيورين أدينوزين اي تي بي اللي هو أه بتاع الـ اي تي بي وبعد كده الجاز اللي هو نايتريك أوكسايد وبعد كده عندنا مثلا نص أسطايا الكولين هنا لا هو مونو أمين ولا هو أمينو أسد خلصنا طيب ناخد دلوقتي من حيث من حيث بتاعهم يعني من حيث من حيث من حيث شغل الكائن ده يعمل أو يعمل لو هيعمل فانت عندك الأسطايا الكولين لو اشتغل في الهارد كنت بقول لكم انه بيعمل هناك ومعانا طبعا الإبنيفرن والنور الإبنيفرن هرمونات الإمرجنسي الدوبامين بين وبين مرة يكون إجزايتاتر وميرا يكون إنهيبتري ومعانا الهيستامين ومعانا الجلوتاميد يعني نحنا كان عندنا 2G بنروح نجيبها من الأول الثاني كان عندي كات بيجيلها 2G و1H وكان عندنا 2G و1H وكمان بتطلع هرمونات الدوبامين والستيريتونين قال لنا الكات كولامين والإبنيفرن والإبنيفرن الدوبامين لا في بين وبين يعني هو هنا وتذكر تحت تاني الدوبامين بالنسبة للسيريتونين لا بالنسبة لل 2G قال لي منهم واحدة هي الجلوتاميد دي أصيلة لكن الجابة الجابة دي معروفة أصلا الجابة الهيستامين من الحاجات الأصيلة وإحنا عندنا الكات أصلة نعملها في بيورين في جهاز وفي أسطايا الكولين وفي كمان على حسب الأفكت في اجزايتاتوري وفي اجزايتاتوري وفي انهيباتوري تمام؟ دلوقتي في سلايد بتقول من حيث من حيث عندنا ومن عندنا انهيباتوري طبعا احنا عارفين كان بيحصل كان بيحصل كان بيحصل أنه عندي سوديوم بيدخل الخلية أو بوتاسيوم ويخرج من الخلية كانوا بيحولوا من سالب سبعين إلى سالب اي إلى سالب خمسة وخمسين فبالتالي أنا كده بكون عملت هو هنا نفس الكلام إنما في التانية قال لي برضو هيفتح البوتاسيوم ويخليه يخرج برا الخلية ويخلي القلور من سالب سبعين إلى سالب تسعين زي الجابة لما كنا كنا حطينه في الرسم فكان بيحول كان بيحول لإنهيباتوري بس ما فاش أي حاجة طيب بعد كنا عندنا سؤالين على اللي صغادين دول يولي قولوا من هنا الوحيد الإنهيباتوري لبينفرين إجزايتاتوري الأسطايا الكولين إكسبت الهارت قال لي إكسبت الهارت قال لي آت كارديك لا خلص يبقى أنت إجزايتاتوري طيب الغلوتاميد إجزايتاتوري أصيلا الجابة الوحيد طيب بالنسبة مثل ما ضخيف مибоوماين بدلنا المونوأمين كان أمينو أسد أسد أمينو أسفارتيت أمينو أسد لكن الكات و هرمونتها كانوا مونو أمين ولكن دول كانوا مونو أمينو أسد لو نزلت صائقتهم من السماء ما أصابت مستقر استغفروا تعالوا نحل السؤالين دول برضو على الآيون وطروبك والمتاب وطروبك بزيتور كنتمسيتهم في البداية بيقول لك ايه نحن مسلمون نعاول على البركة لا على الوقت حياتنا مش بالوقت احنا حياتنا بالبركة ما تقولش مثلا هزاكر عشر ساعات لا المهم البركة طيب تعالوا بدلوقتي نشوف السؤال الأول يقول لي ايه او اف تروبك اف تروبك ريسبتور الجابة ايون وطروبك لا طبعا المين اللي كان ايون وطروبك الوحيد النايترك ايه النايترك اساطاي الكولين وطروبك مين الميتابوتروبك القطة بهرموناتها بثنين جي وواحدة اتش هرموناتها مسكرانك ريسبتور الهيستامين الاقصار هي الميتراكوكسايد الوحيد واينتراكوكسايد هو الوحيد اللي كان czyytoropik الميتراكوكسايد الوحيد اللي كان انزائي الفاو بيتا وجوما الجيدبي اللي هو لها اسم ت commanders الى لنا سأكتنا معدم الميتراكوكسايد Actually from hobel اللي هما الذين هما اللهم صلوا بسلام علي سيدينا محمد كانت ايونو ترويك ريسبتل طيب ندخل لحلات سؤالية اللي بعده بيقول يقول افسفلونج اكتيفيت الجي دي بي هو نفس السؤال برضو اللي هو الايه الايونو ترويك ريسبتل اكسبت الايه النيكوتينيك اسطايا الكولين برضو طيب ووتش انزيم كان بي اكتيفيتد باي ان او الجوانايل سايكليس الجوانايل ايه الجوانايل سايكليس وطبعا اتكلمنا عن دول كده احنا اخدنا الكلاسيفيكيشن واخدنا التعريف اخدنا كل حيكي هندخل بقى على المسالين اللي احنا قلنا هنخطهم اول حاجة عند الاسطايا الكولين بصوا اول ما اجا تكلم عن اي نيورو ترانسيميتر عايزاكوا تعرفوا عنه حطوا سكيما كده قدامكم وتعرفوا عنه التصنيع بتاعه تعرفوا عنه بتاعه بيفرس فيه تعرفوا كمان عنه بتاعه وهتعرفوا عنه الباصولوجي بتاعه تمام في السلايد اللي معي هتكلم عن السنتيز بتاع الاسطايا الكولين وهتكلم عن اول حاجة من حيث السنتيز انا نفسي تكتبه كده وراي اللي انا بقوله ده والله العظيم الناس شطرية اللي بتعمل كده السنتيز والايه والديجيناريشن بتاعه طيب حد فاكر اي حاجة عن اسطايل كولين تكوينه اسطايل وكولين كنا بنقول ان هو بيتكون من مادة اسمها اسيطايل كو ايه وبتتحد مع الكولين بوجود انزيم مهم جدا ليه لاني جايب سؤال عنه واللي مش هيجابه هزعل منه جدا اسمه ايه الكولين اسطايل ترانسفيريز كات قطة عندنا اتنين كيات النهار ده اللي هما الكات كولامين زوي الكولين اسطايل ترانسفيريز اللي بيدخل علشان يخليه للاسطايل كو ايه يتحد مع الكولين فيكون اسطايل كولين طيب وبعد ما هيشتغل بقى ويعيش حياته لازم يكسر وموته فهيجي للكولين اسطريز فاكرينه من الثالث سنو اللي هو الاسطايل كولين اسطريز اس دي يعني تكسير بيكسر ربط اسمها اسطر الاسطايل كولين ده مكون من ربط اسمها اسطربوند فالكولين اسطريز هيروح يكسر الاسطايل كولين ويرجعه للاسطايل كولين مش نفس المركبات الاسطايل ده بقى بيتحد مع كو ايه مش عارف ايه كده ويه كولين في النهائي الكولين ده برضو بيرجع علشان يتحد مرة تانية مع اسطايل كو ايه ويكونولي ايه اسطايل كولين وبعد كده يتكسرتين وهي هكذا تمام بعد كده نشوف عندنا ايه شوية معلومات عنه الدكتور قالت هنه الاول احنا عندنا ده الاستطايل كولين مكوم من ايه مكوم من كلين يا ولاد هيت مش باينها شوية يعني الكولين مكوم من ايه من اسطايل تمام بيقول لك ان الاسطايل كولين من النواقل العصابية اللي بتربط ما بين ايه بين عزب وعضلة ما بين عصب وايه وعضلة يعني بيكون بيربط مع بين نيرون ما بين مصل تمام كده ببقى نقدر نسميه نيرو ماسكولر اه يبقى هو من النيورو ماسكولر من النيورو ماسكولر إيه من النيورو ماسكولر ثلاث يوع طالما هو ماسك في في عضلة اقدر اسميه يبقى ايه ان لا تلات رأيي يؤلمет أسماء ساماهم لا مكانين ما في الأطراف اللي هو كان موجود في الملك الملك النور اللي هو بتاع الصينة. إنما ده بتاع اللي منها اللي منها المصل اللي نلساء إليها. يعني اللي منها المصل يعني منها يعني منها ده يبقى لما يقول لي takieele إفتكار على طول الماسبر تاة الكولين . طيب حلوة او يا اول حاجة ان هو موجود في اللي هي hö موتر نيرون اللي بتربط ما بين ايه مصل سلي يقصد ايه بموتر نيرون دي او ليه ما قالش نيرون بس قال لي لان لما بنربط ما باي يعني العصاب اللي بتكون ريحة للعضوات بتكون موتر طيب موجود في مكان مهم تاني اسمه البيزل جنجلي وده هتعرفوا اهميته جدا بالنسبة ليه الاناترون موجود في البيزل جنجلي معظم الحاجات فيها طيب التلاتة دول هنجيب رسمة ونقرأ الكلام اللي هنا تاني تمام معي للرسمة دي كده اول حاجة احنا عندنا اسطايل كلين هنا واسطايل كلين هنا واسطايل كلين هنا المكان ده اسمه ايه اسمه جنجليا يعني ايه جنجليا بتربط لما بين او هي المحطة بتاعت الاعصاب احنا عندنا العصاب ما شيء طالع من مثلا ان البرين لحد الايه لحد لطرج التشو فكان لابد من المحطة في النص كده ايه يريح فيها يريح ايه يريح فيها اللي بعده دي بنسمينا المحطة جنجليا تمام اللي بعده الجنجليا بنسميها بوسط جنجليونيك واللي قابليها بنسميها بري ايه بري جنجليونيك بري ايه بري جنجليونيك تمام كده تمام قال لي المحطة دي بيكون فيها اسطايل كولين سواء كان النار في ده ما احنا عندنا نوعين من الاعصاب في الجسم اللي هما السيمبستيك والبارا ايه والبارا سيمبستيك صح قال لي المحطة دي كده كده موجود فيها الاسطايل كولين سواء انت سيمبستيك او انت بارا سيمبستيك طيب قابل المحطة اللي هو البري البري سمبساتيك ما هو طبع الجانجليونيك تمام تمام المشكلة في البوست البوست ده بقى يا إما تلاقي فيه أسطايل كوليني إما ما تلاقيش قال لي لو كنت أنت سمبساتيك فمش هتلاقي غير لو كان الأورجن ده سويت جيلاند طب بالنسبة للبارا لأ أنت هتلاقيني على طول هتلاقيني موجود أين كان العضو بالروحة تاني أنا دلوقتي عندي جانجليا وبعد الجانجليا عندي بوست جانجليونيك وقبلها بري جانجليونيك خلينا نرسم اتنين كده واحدة لي السمبساتيك واحدة للبارا سمبساتيك كده كده الأسطايل موجود هنا وموجود هنا لكن هنا مش هيوجد غير لو كان هنا سويت جيلاند يعني في البوست جانجليونيك لو كانت سويت جيلاند وهنا أين كانت تشو هي عادي تمام حلوة أوي تعالوا نقرأ كده الصورة دي قال للأسطايل كولين موجود هنا وموجود بوست سمبساتيك دي لو كانت بارا سمبساتيك انما هتلاقوها لابد يكون سويت في حالة لكن هو تمام معي من �تاح خليس او الدخول بتاعي سدي براجا تاني،ميقول ان هو موجود في بريجانجليونيك بتاعت الاوتونوميك اللي هي الاوتونوميك جانجليا وبيكون موجود في البوست جانجليونيك بتاعت الباروة في اي حاجة لكن البوست بتاعي تستم بستك في حالة سويت جيلانت،ываем AM وبدالوقتي الاصصائية الكولين بيكون موجود او نيورو ماسكولير جانكشن آآ و ثاني حاجة فيه البيزل جنجلية ديكون موجود في التلات اللي احنا شرحناها مع صفرة أحسن حاجة انت��و تحطوها كده وتقولوه انت سمبساتك ولا بروا سمبساتك لاو لازم تمتهي بسويتي عند البوست جنجلونك بدحتك توكون الوسويت جيلونت ايه والله دي عرفتو هتحفظوها ازاي قلتلكوا حطوا قدامكم الجانجلية والجانجلية بريز بتاع سمبساتك ولا بروا سمبساتك لو انت سمبساتك خلاص لابد من البصد بتاعتك تكون سويت جيليند لو بري سمبساتك لا خلاص انت مش شايف رئمعية الوركانون كده كده موجودة في الاي في الجانجليا تمام؟ تمام ندخل على ده نفس التركيبة هو بيتكون من كولين والكولين بيتحد مع الاسطايل كو ايه؟ بيكونوني اسطايل كولين بيبدأ يدخل في الفيزيكل والفيزيكل بعد كده تربشره وبعد كده يروح على ايه؟ على الريسيبتور التاني سواء كان نيكوتينك او كان ماسكرينك لو ماسكرينك يشتغل بالجي يستنى ان الجي تي بي ينتش الايه؟ ينتش الالفا ويروح يجروا ويفتحوا لي الايه؟ النيورو ترانسوميتور الجديدة لكن لو نيكوتينك نيكوتينك يقولوا تفضل يا باشا تفضل يا باشا دخل الاي؟ دخل السوديوم والكالسيا من انت جايفه تمام؟ وبعد كده بعد ما هيشتغل هييرجح تاني يتكسر بالكولين استريز الى كولين وايه وي اسيتيت ويرجع تاني الكولين يتحد مع الاساطوال كو ايه وضايا ورابقة وتفضل تلف 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 بينا طيب هنا نفس الرسمة طيب تجوا نشوف بقى الايه؟ الان ريسيبتورز وي الاي وي الماسكرينك ريسيبتورز انا بتكلم عن الريسيبتورز البوابات البوابة هتفتح له وتقوله تفضل يا باشا دخل اللي معايك الكالسيوم والاي والستوديوم وبوابة تانية هتفضل بقى تشتغل بالاي بالجي تي بي والجي بالجي تي بي وكده اظن ان انتو ذهقتوا بقى من الاي من 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 تكرار بدعي والجي تي بي والبوابات والكلام ده ان شاء الله بس يا رب اتكون اتفاهم نشوف دلوقتي اللي كوتيني كرسيبتور بصوا علشان دراحقة انا افاقين كده انا عندي انهين ان اي ان لكن وعندي ان عندنا ثلاثة انواع يعني من اللي كوتيني كرسيبتور ان ان وان ان وعندنا ان جي تمام خلوا اليد في النص الان file دي هتلاقوها فين؟ هتلاقوا الريسبتور دي موجودة فين هلاقيها في السي ان يقس وهلاقيها موجودة في الاعصاب اللي بتوصل للا درينا المضاله للا درينا الا الا درينا المضاله عارفين الا درينا المضاله اللي فوق دation اللي معاماتها يعني لانه سنترال اصلا انا اي لا اصلا ان النيكوتينك بيكون بيكون بريفرن. طيب 해 من اسمها بتكون موجودة في الجلية بتاعت الايه? في الجلية بتاعت مين? بتاعت البوست ايه? البوست tipo2 البابس سنبستك. ليه ما يبقى ايه موجود في الجنجل يا فاكر? يا الانجيلية المحطة. طيب eagle أمي بقى من اسمها كده برضه بتكون موجودة في الاوسف في الابيت بل سجليتا الموصر. ايه ده هو والنيكوتينك بيشتغل برا سنترل نيرفوس سيستم او بيشتغل عادي في السكليتا المين في السكليتا المصل شوية منه كده بيروحوا على نيورو نيورو ماسكولر جنكشن ويحفزوا لي شوية عضلات يعني مش كله اكيد لكن الماسكرينك بيشتغل على السموز ماسل اكتر ياولي تمام تمام نقرأ بقى نشوف الك치 بيقدر لي دلوقتي ان هو من الحاجات اللي هي تش arbeiten باليومتم كيeverا هذا هو انفية Jiو موجود في الجنجل يا سانية حل котором انفية عمل ازالاه يجري intact ن disadvantage يجري انفية لازمائي يجري انفية ح乱 برضو يعني عادي. والن ان بيكون موجود في القادمة الميضالة. اللي بتحفز القادرنالين من نور قادرنالين. واللي بيكون موجود في الاسكليتر المصل الان ام. هو بس الان جي اللي فيها اختلاف. يعني كتب هنا ان هي اي ان هي ان ان والمفروض ان هي كانت تبقى ان جي. ايش عارف انا الحيطة دي ممكن تسأله فيها الدكتورة. تمام? او كتب هنا ان الاوتونومي الجانجليا بيكون ان اي ان جي. ان جي تحت هنا مصبوطة. لكن كتبها فون هي ان ان. ممكن تسأله فيها اي الدكتورة. طيب ومعظم هم بيكونوا هنا اكزايتاتور يبقى معظم النيكوتينيك ريسبتور وكل نيكوتينيك ريسبتور اكزايتاتور يقول لك. طيب بالنسبة للايه للمسكرانيك قال فيه منه ام واحد وي ام اتنين وام تلاتة. ان وام اثنين بيشتغل على الهارت. بيعمل ايه? انهبشن. الناس اللي مركزة معي. يعني ايه بيعمل انهبشن? يعني بيروح يقول للبوتاسوم اتفضل بيتك ومطرحك ويزود الايه? السالبية اه يقول للبوتاسوم مخرج برا ويزود السالبية في الخلق. يعني هو بيعمل انهبشن في مين في الهارت. اما ام واحد فبيروح يشتغل على السين اس وعلى الساليفر جلاند. على الساليفر ايه? على الساليفر جلاند. احنا كنا قلنا ان المسكرانيك دوت بيكون بريفر. بس قال ان هو بيشتغل برضو ايه في زي ما قال لي عند النيكوتينك ان هو بيشتغل عادي في في الاسكليتر مصل يعني. طيب ام ثلاثة بقى ده بيشتغل على السموز مصل. وايه الاكسوكراينا الجلاند. الاكسوكراينا الجلاندس. الاسويت جلاندس. وغيرها من الجلاندس كتيرة يعني. تمام يبقى ام واحد. سي ان اس و ايه? هو ساليفر جلاند ام اتنين هارت. ما تنسوش هارت دي بتاعت الانهيبشن. ما بيحبوا الهارت شوية. ام ثلاثة بقى سموز مصل و ايه? نقرأه كده قال ان هو جي بروتين. تاني حاجة بيشتغل على في الاغلب يعني. آآ تالت حاجة بيشتغل على الهارت اللي هي الام تو. بيعمل انهيبشن لكن ام ثلاثة بيعمل كونتراكشن في الاكسوكراين جلاند. آآ بيشتغل عليها الام ثلاثة. آآ زي الجي اي تي وغيرها. وي كمان بيشتغل على بيشتغل كاكزايتاتوري او انهيبتوري. فيهمتلي الفرق من الاثنين ده ايونة ايونة لكن ده وتجيبوا روتين. آآ ده اوتونومي الجانجليا وي ادرن الميضالة اللي هو ان اتنين اللي هو ما قلوها كده ان ان وان جي وي ان اي وان آآ وان آآ ام. الان ام ده بتاع المصل وده بتاع الجلاند وده آآ ده بتاع الاوتونومي الجانجليا وده بتاع الايه اسي ناسو الادرن الميضالة. معظمهم اكزايتاتوري هنا بقى ام واحد وي ام اتنين وي ام اين وام ثلاثة ده طبعا ايه الاولى سي ناسو ساليبري جلاند انما ام اتنين بتكون الهارت ام ثلاثة بتكون الاسموز مصل وايه والاكزا والاكزاكرايون جلاند. بتاعته من المها كده من اللي احنا فهمناه انه هو اكزايتاتوري في الهارت بيكون انهيباتوري بيشغل الكاتيكولامينز لما بيشتغل على القادرن الجلاند. تلاتة بيشتغل بيكون موجود في الاوتولوميêmesيليا. كمان بيكون مسكولنتل الموصل، سيكون مسكولنتل في مسكولنتل المصل وكمان بيان بيوصل له الهارت ويعملله انهيبسل وكمان بيوصل للجهند. دي وظيفة الاستيترقين يعني وظيفة ال ايه النياكوتينج وي الماسكانيكريستور او الاسيترقين. مثلا يعني. طبعا هنا عاقفين الاسيترقين ده المبتاح لكن الان والام دول البوابات. وعلى حالة بقى كل بوابات ما بتشتغل ازاي. نشوف شوية اسئلة. نشوف اول حاجة. في الاسطائي الكولين. مين بيدخل في التركيب? الكات. اللي بيدخل في التكوين الكات. اللي هو الكولين اسطائي. طيب الاسطائي الكولين از ان يورو ترانسيمتر انهارت. بيكون كايه كانهيبتوري ولا اجزيتاتوري ولا الاتنين. كانهيبتوري ما تدخل عش وتاخدو بوس لا هي فقط في الهارت. لكن هو عمتا بيشتغل كايجزيتاتوري وانهيبتوري. لكن في الهارت انهيبتوري. الاسطائي الكولين كان بريزنت ان اقدر ايه يلاقيه فيين? اقدر ايه في البيزنجنجلي او بنلاقيه في البيزنجلي اقدر ايه في البري بتاعت البورسنبستيك او اقدر الاقيه كمان في البوس بتاعت السويت جيلاند او اقدر الاقيه. طيب وي يبقى اول واحدة محلولة غلط هنا لا هي هتبقى ايه الكولين وهنا انهيبيتوري وهنا اولفز اضاف اخر حاجة معنا الادينوزين احنا اخذنا دلوقتي القصة الكلين عرفنا تصنيقه السنتيز بتاعه وعرفنا بتاعه وعرفنا كمان الفرق ما بين الايه وعرفنا بتاعته الريسيبترز ايه بتاعته عرفنا ان احنا عندنا اتنين النيكوتينك والمسكرينك وتكلمنا عنه دلوقتي هنتكلم عن ايه هنتكلم عن الادينوزين تعرفوا لي ان هو بيتكون من اي امي بي اي امي بي بيشتغل بايمين فاكر الادينوزين كان بيشتغل كان من الحاجات اللي بتشتغل بالجي قابل بروتين تقريبا مش موجودة عندنا في المحاضرة الجي قابل دقيق قابل بروتين يعني الجنب التاني يعني ان هو هيروح يقف على الريسيبتور كده ويقول له شغال الايه واول ما هيمسك الجي بروتين هينتش الايه هيمتش الالفا ويجري بقى يفتح البابا يدخل بقى الكالسيم والقلوء والسوديوم الكالسيوم والسوديوم ممكن شبه ينغبط فيه طيب ايه وظيفة الكائن ده او النيورو تانسيمتر ده لما يمسك مثلا في الخلايا يعمل اكزيتاتوري ولا انهيبتوري لأ قال لك ان هو هيكون انهيبتوري هيكون ايه هيعمل انهيبشن هيعمل ايه هيعمل انهيبشن يبقى بالراحة تاني اول حاجة تعرفوا ان هو مكوم من اي امي بي اكتبوها زي ما انا هكتبها كده اعرفوا ان هو انهيبتوري اكتبوها لخصوا معي اا بعد كده اا بيشتغل على السي ان اس وبيشتغل بريفرل وبيشتغل بريفرل وهقول لكم ازاي دلوقتي وكمان ان هو بيشتغل بالاي بالجي قبل دي بروتين بيجي نشوف الوظيفة بتاعته في السي ان اس بيعمل ايه بيعمل انهيبشن لحاجة اسمها انشار في الخط لو تعلمون انهيبشن ده هو المسؤول عن اليقظة ان احنا صحيين فلما هيحصل له انهيبشن بواسطة الادينوزين الشخص ده هيدخل في سليب تمام يا ولاد تمام يبقى دلوقتي الشخص دخل في سليب بسبب ان الادينوزين راح يشتغل على ستي ان اس فصاب بريسل الريوزل سيستم فعمل ايه اسليب تاني حاجة لو اللي راح يشتغل على البريفرل نورفا سيستم هيعمل اربع حاجات احفظوه ممتحة ولوش تدورو على الميكانزم التاحه هيشتغل كانتي انفلاماتوري حلو قوي في المناعة المناعة والحاجات دي احلو اناء الاصوات اللي في الشارع دي بقى احنا في رمضان وينتوا عارفين وتاني حاجة بيشتغل كفازو دايليتور كفازو وبرده الناس اللي المركزة تعرف ان ال بالكاي具 اتاح بساعد في ايه بيساعد في كانتي انفلاماتوري بعد كده بيقلل الهاورد ايه بيقلل اللي الهاورد ريد آآ بعد كده بيعمل برونكو ايه بيعمل برونكوز برونكوسبازم بيعمل ايه برونكوسبازم بيروح على الهارت يأثر على الهارت فيعمل ايه فيعمل يروح على اللانج فيعمل يروح على الانت يساعد في ويعمل بس كل اللي انا اخدته عرفت ان هو جي قابل من حاجات اللي بتكون في جدا 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 بيشتغل كانت كانهيبتوري نيرو ترانسيمتر في ويعمل ايه في أساسي انيس وفي البريفرل السي انيس بيعمل اسليب في بيعمل اربع حاجات ايه وبيتكون من الاي امي بي كده المحاضرة بتاعتي خلصت عايزة بستلم الموضوع اتكلمنا عن أساطي الكولين واتكلمنا عن الاديينوزين عرفنا بتاعته وعرفنا ان هو بتكون من ايه وعرفنا بتاعه وعرفت فيه السنتيس بتاعه وديجي نيريشن بتاعه. وأتمنى بتكتبه بخلاصات دي. ايه. وكمان عرفنا الايه عرفنا بتاعته وكمان اخدنا الفرق ما بين والنيكوتينيك والمسكارينيك بتوعه وقبل القسطاني الكولين والادينوزين دول اخدنا ايه? اخدنا التعريف واخدنا اخدنا ورجعنا اخدنا الايه اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد اخدنا اللي هما الايون والميتاب والانزايم وبعد كده اخدنا الايه وبعد كده أخذنا اللهم صلوا وسلم على سيدنا محمد الذي هو على حسب الحياة والحسب الـ وبعد كده اتكلمنا عن زي ما نقولت لكم الأسيطاء الكولين والأيدين وزين دي الخلاصة الخلاصة هي اتكلمنا عن أي يولاد اتكلمنا عن l ét ما هي هو أيوة الديفنيشن ورجعنا اتكلمنا عن الريسيبتور والكلاسيطاء الكولين والأدين وزين محاضرة افهم ما فيهاش أي شيئ أهم حيجة عندي تركزوا بالحطة بتاعت الاي استوبرتين اللي انا كنت جايباها بتاعت نين جانير دي اللي هو السلب سبعين وتحاول لسلب خمسة وخمسين اا وسلب خمسة وخمسين فتح لي ايونات السوديوم ايونات السوديوم راح اتفتحت لي بقى ايونات الكالسيوم وبعد كده الموجب تلاتين دي عملت لي ايه خلت البوتاسيوم يخرج برها الخلية فبالتالي بدأت تقلل الايجابية بتاعت الخلية فكانت بتزود لحد ايه عملتها سالب تسعين فبدأت تعمل انهيبيشن لي ايونات الكالسيوم نرجع بسرعة بقى كده على السلايدات هنا سؤال على الادينوزين بيقول دلوقتي الادينوزين از بيونين سبتور اه هو بيونين وانا كنت قلتها في الكيميكال نيتشورز تاني حاجة بيقول لي السنتيز بيتكون من الاي امي بي او بيتكون من الاي امي بي بيشتغل كميتابوتروبك وكا انهيبيتوري اه صح يبقى اول افزاء ابر بيقول لنا كل المتاعب ازور عند الله الحمد لله ان ربنا ربنا بسرعة كده تاني اه كده نيورو ترانسيمتر عرفنا التعريف وعرفنا التكلم عنه الراسيبتور وهي الكلاسيبيكيشن والامثلة اه بعد كده اتكلمنا عن ايه بسرعة كده سنترال نيرف السيستم وانهو بيتحكم في صوب عرجل الصغير اه عرفنا ان هو بتكون من الخلية اللي بتفضل خلية جنب خلية جنب خلية جنب خلية ولكن لقينا فيه ما بينهم جاب فكان لابد من نيورو ترانسيمترز اه تنقل ما بين ايه تنقل اشارة العصبية من هنا الهنا وعرفنا بقى احنا دلوقتي نيورو ترانسيمترز دي اه عرفنا التعريف بتاعها وعرفنا الكلاسيبيكيشن بتاعها وعرفنا لها مثالين وعرفنا لها كمان ايه طيب وبعد كده ااخدنا انواعهم فيه عرفنا بدي صيناب تك وبوس صينابتك والصينابس اللي في النص اه بعد كده عرفنا ايه عرفنا ان ده الملك محمدان على هنا هو البرين عرفنا ندها الد للقاب لانه 케بات وعرفنا ان هه عرفنا ان لملك محمد عليها الدقا Мыinois الحمام الزاج الى نايروس اسم التحكم علشان يقولوا للجنود اما تشتغلوا، اما اعملوا تراجعوا اعملوا انهيبشن طبعا عارفنا دي بقى لان يزودش في الوقت تمام? طيب بعد كده عرفنا ان هو عبارة عن شوية مواد كيميائية بتفرس بواسطة في الصينابس بتكون ما بين العصب وبعضها وفي النهاية بتربط ما بين عصب وايه وترجل تيشو وبتعمله اما اما عرفنا اهم حاجة لها احد يستقرؤوها بعد كده يعرفنا ايون طيب بعد كده بعد كده ما فيش حاجة داني غير الكولين غير الكلاسفكيش الأول عرفنا ان فيه اي ام painters وعرفنا ان ام عام LeahEN ig borona وعرفنا 94 اللقلي ايه واننا دولar تقوئ هو ريمونتها لكن دول يكونو الايه الباقي ومعهم الاسبرتع والجليسين وبعد كده البيورين ايه نهيه بورين ادين موزين هي تي هاي تي بوا غازي المسيليني بعد كده الفاكك فيه اسيرة وترري وفي انهيترري واعرفنا الانفذور اللي هم ايه طيب بعد كده عندنا الايه هادول شوية اسئلة واستغفروا الله واستغفر الله عارفنا التكوين بتاع الاسطائي الكلين اللي بيتكوون من اسطائي الويكولين وفي النهاية بتكسر بالكلين عارفنا موجود فيه في البيزة الجنجلية موجود في بتاعة الاوتونوميك الاثنين سمبساتك و بارا و سمبساتك و يكون موجود في البوسط بس بتاعة السمبساتك لما يكون بيدي للاسويت ولكن في البوست بتاعت البورسن بساتك لكل الاعصاب لكل التارجيتشو بتاعت البورسن بساتك وعرفنا بقى الفرق من دول مش محتاجة تكرار وبعد كده اتكلمنا عن ايه تاني اتكلمنا كمان عن الادينوزين ريسيبتورز وعرفنا الفونكشن بتاعته وعرفنا ان هو مكوى من اي امي بي شوية تحديدات الدكتورة كانت اي لهم السنة اللي فاتت قالت اول حاجة ان من الايونوتروبيك النيكوتين ال ساتيك الميتابوتروباك الميتابوتروباك الزبروتين الادينوزين بيكون من البيورين بيكون بيكون انهيبترى كمان الاسيبتوری بيكون باقع الكولين اسيطوايل ترانسفئرز وتضع nuanced تعدوات وده بيانظر على الهارت ولكن بيستعقل MONKEYLEAUJONGSUMATIC او why it accommodate للتالي يشتغل كاسوماتيك تاني حاجة يشتغل كايه بيشتغل كابريك في السمبساتيك والبارس سنبساتك وبيكون بوز جانجليونيك في السمبساتك وكذلك في السمبساتك ولكن في حالة ليسويت جيلاند وكمان بيشتغل في الاي بيكون موجود في البيزر جانجليا دي طريقة للمذاكرة انا اتمنى انا وانتو نمشي بيا اول حاجة بيقول لك اه قبل ما نبدأ اي محاضرة نقرأ المحاضرة سريعا كده تاني حاجة لا تسمع لحد لدكتور او حد فاهم كويس جدا او للامانة العلمية يعني انا جايبه اللي بتاعتي من فيديو على اليوتيوب بس مش فاكرا اسم الشخص اللي كان بيقول والله بس علشان ما بيش حرم علي يعني بعد كده بيقول لنا نقرأ بفهمة عالي جدا الجزء اللي تشرح يعني جزئية بجزئية كده المحاضرة وبعد كده نبقى للمها على بعضها بعد كده نلخص الاي نلخص باسلوب نفسية خارجي تجيب ورقة فضيه خالص وبعد كده اكتب مثلا انا اخدت التعريف وبعد التعريف اخدت الريسيبتور وبعد كده اخدت الكلاسيفيكيشن وبعد الكلاسيفيكيشن اخدت مثالين نعمل ما بينهم مقارنة هتستن الموضوع في دماغك وتحفظه بطريقة زكية كده سواء مين دماغ بصور بغيره هتذكره كمان مرة او مرتين بس قبل ما ايه قبل ما تقفل المحاضرة في مكانك يعمل وخليكو دايما مقتنعين ان كل اللي احنا فيه قدر مفش في ادينا ايه حاجة ما تقولش مثلا انا ذكرت كويس مش عارف ايه والدرجة ما عاجبتنيش كل دي جهود يعني مجهودنا ده ما بيروحش على الارض مجهود ده متعام بس تلوقته مرة حد قال لي ساعد نفسك ان هي تتعافى يعني ما يكونش انتو الحياة عليها فهي نصيحة بقا اقولها لكم واقولها لنفسي قبلكو فرفقا بنفسك فيك في انك تحيول اخر حاجة بنقول سانكيو بس قبل ما اقول سانكيو عايزاكوا تدعو لي ايمان شعبان اللي شرحة المحاضرة القبل دي ادعبان شوية اتمنى تدعو لها وتذكرها يعني في دعواتك في الايام المفترة جديدة دعو لي معاكم يا ولاد يعني ونعجبكم الشرحة او حتى ما عجبكوش ابعتولي وانا ان شاء الله احاول ازبط لكم الامور بس اقولوا انتم محتاجين ايه بالزبط اه وان في اي حاجة فرضو ايه اتمنى ان انتم تبعتوا هالي يعني اي حاجة حلو اقولوا هاي اول ايه وهي وقت المحاضرة بصراحة اطول قوي ساعة 17 ديئة بس انا كنت لازم اقولي حتة بتاعت نينجونيرز دي فما كنت قلتها هبقى زعلانة جدا وطبعا انتم ميرضكوش ان انا هكون زعلانة اه اتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا المحاضرة وتكونوا عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته